نسمع عن سباقات للخيول وسباقات للإبل وسباقات للكلاب في بعض الدول أما عن سباقات للحمير فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقامة مثل هذه السباقات حيث أقام عدد من شباب مدينة صبر بمديرية توبن سباقا للحمير كنوع من الترفيه السباق بدأ لأول مرة في مديرية توبن محافظة لحق هذا السباق شاركوا عدة حوالي عشرين من السابق السباق حمير يا أخي الحمير برضو يعني حيوانات والحمير تقري الحمار تنفع الحمار يعني تشل بقصبك الحمار تشل رجولك الحمار يا أخي تنفع مالكم والله تفعل هذه بعد الحلوة وتضيع وقت للشباب بوعد إن شاء الله يتمكنهم من نجات السباق الهقن والخيول والسياكل ما معانا إلا هذا المكان يجيب القهال فيه قسوة تمرن وين يروحوك رغم بعد موقع السباق عن مركز المدينة إلا أنه حظي بحضور جماهيري كبير ورسم البسمة على وجوه الحضور وخصوصا الأطفال الذين راقت لهم الفكرة وبدت الفرحة والمتعة ظاهرة على وجوههم هذه بادرة قمو فيها الشباب وبقود ذاتية دون تقديم أي دعم نحيقها نظرة لعدم وجود وسائل ترفيهية ورياضية داخل المنطقة نهائيا لا ميادين لا مدعم كبة لا قاعة ولا أي حاجة بالرغم منطقة يعني فيها أكثر تتقارب عدد سكان الحوضة لقنا إلى هذا السباق بسبب أنه لم توجد معنا أي وسائل رياضية في مدير التوبن من قبل القيادات طبعا ما كش أي ملاعب ولا أي ما حصلناش أي مقال أي ملاعب نروح نلعب كرة أو أي شيء كلها في الرمال في الصحاري فقط لذا لقنا نعمل السباق هذا للشباب وإن شاء الله في القادم بنعمل مسابقة للهجن يعني للقمال ويمكن للحيول والسياكل وهكذا ذكر المنظم والسباق أن إقامة مثل هذه السباقات رغم غرابتها يهدف إلى تشجيع الشباب والأطفال على إقامة فعالية مختلفة وأنشطة جديدة تجمعهم في أجواء يسودها المتعة والمحبة والإخاء تعم لهذا الحافل حكسرا على الفريال حكسرا على الفريال حكسرا على الفريال